ومعنا مشاهدين من بغداد عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في مجلس الوزراء سعيد ياسين موسى سعيد أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة بداية هل بالإمكان أن توضح لنا ما هي تفصيلات كشف الذمم المطلوبة من المسؤولين في الدولة يعني أي جرد يجري كيف نعم تسمعني أستاذ سعيد ياسين الآن أسمعك كنت أرحب بك أجمل ترحيب شكرا لك ما هي تفصيلات كشف الذمم المطلوب من المسؤولين في الدولة يعني أن يقدموها نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لك سيد الكريم والكادر والمشاهدين الكرام الحقيقة جميع الفعاليات الاقتصادية الممتلكات العقارات هذه كلها على المسؤول أن يدرجها في استمارة كشف الذمم المالية مع نهاية كل سنة دارة الوقاية تقوم دارة الوقاية في هيئة النزاهة تقوم بالمقارنة ما بين التقرير الأول والتقرير الثاني وهذا حقيقة يعني المسؤول عندما يكشف عن ذمة المالية وبمعنى استعداده لأن يكون واضح لدى الجهات الرقابية وبالنتيجة أمام القانون والشعب وهذه حقيقة خطوة مهمة جدا يعني ومسؤولة أن يعتبرها نعم طيب استاذ سعيد كيف تقيم التزام المعنيين بكشف ذممهم يعني هل كانت هناك أمانة كاملة من قبل المسؤولين هل سجلت خروقات أو انتهاكات أثناء كشف ذمم بعضهم يعني وإذا حصل هذا هل هناك إجراءات قانونية بحق المتخلفين أو المخالفين أحسنت 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 السؤال جدا يعني جوهري الحقيقة الفترة ما قبل 2011 كان القانون لا يجرم القانون لا يجرم من لا يكشف عن ذمته المالية بعد 2011 القانون بدأ يجرم من لا يكشف عن ذمته المالية ويقدم التفسيرات عندما يكون هناك محل مسائلة في هيئة النزاع الآن القانون يجرم والإثبات على ذلك في الفترة الماضية كان العديد من المسؤولين ظهر لديهم تضخم في الأموال بعد التحري وهناك عدم تفسير هذا التضخم وصار تجريم حقيقة وفي جميع السلطات حتى لا أستثني سلطة يعني التنفيذية والتشريعية والقضائية شخصيات عديدة وهذا بتجريم وتمتغريمهم يعني مقابل هذه المبالغ أحنا هذا أستاذ مؤيد هذا الموضوع حقيقة نحتاج لها إلى دقة في التفصيل في مؤسسات الدولة هناك وظائف هي الأكثر عرضة للفساد نعم ولذلك يعني من خلالكم يعني خلال هذا المنبر الإعلامي أوجه يعني هذا النداء إلى هيئة النزاهة والحكومة العراقية ودائرة الوقاية بأن يضعون الوظائف الأكثر عرضة للفساد على طاولة البحث بمعنى ليس الوزير فقط ليس المدير عام رئيس وزراء يعني رؤساء السلطات والنوابهم ليس فقط مجلس النواب أعضاء مجلس النواب هناك وظائف أخطر يعني عد ما يكون هناك مخمن الضريبة مثلا عد ما يكون هناك من لجان الاستلام والتسليم في المشاريع هناك لجان التقدير هناك بعض الوظائف في المصارف في البنك المركزي في القضاء نحتاج هذه حقيقة هم اللي أكثر في موظفي القماري وما شابه هناك حقيقة وظائف أكثر عرضة الفساد أتمنى أن يدرجوا ضمن يعني يدرجوا ضمن القائمة لحمايتهم أيضا حتى لا يكونوا مع الاتهام نعم طيب السيد سعيد كيف تدقق هيئة الوقاية هذه المعلومات المقدمة يعني هناك تقارير تتحدث عن مسؤولين كبار وقادة سياسيين لديهم أملاك في الخارج في مختلف بقاعة الأرض في بنوك متعددة أحيانا هناك أموال بأسماء مستعارة وما إلى ذلك أو بأسماء بعض أفراد العائلة يعني هل تدققون هذه الأمور أيضا الحقيقة يعني نحن نتحدث عن الفاسد نعم الفاسد يسبق بعدة خطوات حقيقة لأن واضع الحماية القانونية لنفسه وكيفية التصرف بالأموال لا يتعامل باسمه وحتى لا يتعامل باسم زوجته أو ابنه يعني إلا بأمور بسيطة ولكن هناك عمل بشكل أبعد حتى يكون بعيدا عن المسائلة وهذه حقيقة دارة الوقاية ابتداءا عندها تحري عندما يجي سين من الناس سين من المسؤولين يفصح عن ذمة يعني الكشفة الذمة المالية يروح يبحث دارة الوقاية تعمم أو ما شاء للمؤسسات اللي إلها المالية والمؤسسات الأخرى لمعرفة الموجودات والأرصدة والأسهم ما شابه ما لدى فصلها ويتم طابقتها بعد سنة هذا الجانب إحنا نسمي يعني القانوني نسموه الجانب الشكلي بالموضوع ولكن ما هو جانب المضمون الأصلي هل هناك لهذا المسؤول تعاملات مالية نتيجة وجودها بالسلطة لمدة 10 و 15 و 20 سنة و 5 سنوات ما شابه يعني ما هي المنافع المالية اللي حصل عليها وبإسم من هنا نحتاج إلى قبل كان لحد الدرجة الرابعة الآن حتى مو الدرجة الرابعة وصلت للأنسباء وانصلت لأبناء الأخوة وبنات الأخوة فهذا نحتاج إلى الجانب الأخلاقي يعني الموظف عليه أني مارس أخلاقيا لأن عدم كشف الذمة المالية هي خيانة بصدق يعني هي خيانة للشعب لأنه قبل أن يتسلم هذه المنصب ويدافع عن الشعب نعم طبعا لا نعرف كيف يتحقق الجانب الأخلاقي مع وضع الفساد والفاسدين بالتأكيد من بغداد عضو مجلس مكافحة الفساد السابق في مجلس الوزراء سعيد ياسين موسى شكرا جزيلا لك موسى موسى